اشتركوا في القناة تحفظ حماية حقوق الطفل بدوية طبعا اشكركم على الاستضافة واهنكم اليوم يوم الطفل واحنا من لجنة المرأة والطفل مملكة البحرين طبعا في عهد جلالة الملك واحنا في عهد الإصلاحي اللي احنا نعيش اليوم خطط خطوات جبارة صراحة وإلى الأمام وكل اللي صالح الطفل والمرأة والتشريعات اللي احنا اليوم نشوفها يعني هي ثمرة للقواعد الأساسية اللي كنت موجودة وبعدين من خلالها جلالة الملك الله يحفظها انه سنوها القوانين وتمت الموافقة عليها احنا تعتبر القوانين الموجودة اليوم حديثة اذا احنا نقارنها بالدول المجاورة فقوانينها حديثة وتواكب المجتمع الحالي وتواكب التطورات اللي قاعدة تصير ومتطلبات المجتمع أنجزت منبكة البحرين من خلال الدستور القواعد الأساسية ما جات هذه القوانين أشوائية بل أتت بناء على أسس ومتطلبات المجتمع ونظرة الناس وبعدين خاصة النظرة المستقبلية لهذه القوانين كيف تساعد هذه القوانين الطفل والمرأة والأسرة ككل ليس فقط الطفل والأسرة ونعرف أن مملكة البحرين تتمتع بعضوية في العديد من المحافل الدولية سواء دولية أممية يعني إقليمية عضويتها في هالمنظمات هذه وهي اللي أعطت الحافس أنها تتقدم وتطبق هالقوانين وتعمل على بث القوانين المهمة للصالح مجتمعنا البحرين تنعم بصراحة بتشريعات قوية جدا هذه التشريعات أتت للصالح الأسرة مثل ما قلت ككل مو بس أن المرأة والطفل ولكن لجميع أفراد الأسرة خاصة إذا نشوف قانون رقم أربعة لسنة 2021 اللي هو قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة هذه من أهم القوانين اللي إحنا ممكن نقول أنه على أرض الواقع قانون جديد ونعمل على حماية الطفل إن شاء الله نعم دكتورة نود أن تحدثين عن دوركم كلجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى يعني في مجال حماية حقوق الطفل بصراحة أنا أفتخر أننا السلطة التشريعية في البحرين تضم لجنة المرأة والطفل هذا يدل على أن سلطة التشريعية حطة وجهة اعتبار المهم لهذه الفئة أنه شلون المرأة والطفل يعني تصريط الضوء عليهم القوانين المهمة بالنسبة لهم شلون القوانين هذه تحمي المرأة وعيالها نعم نحن لنا دور يعني نبحث الموضوعات المهمة اللي تصير سواء في البحرين الدول العربية ولا في الخارج ونقارنها بمدى أهمية هذا المواضيع اللي تي وهل هي في صالحنا ولا لا ولا هل ممكن نحن نسن تشريعات وقوانين لتطبيق هذه المواضيع طبعا من خلال الأدوات الدستورية نحن نسن التشريع التشريع نعم الأمل صراحة تشريعي مهم جدا أنا حسه لأن عطى اليوم دفع قوية للمرأة أنه أنا لي حقوق ولي ناصي سندوني فاللجنة هي بشكل مستمر على طول نحن نناقش هذه المواضيع وهذه التشريعات هل التشريعات صارت قديمة ولا يبيلها تجديد هل التشريعات تواكب المجتمع الحين هل تتماشى مع الدول الثانية أو أن نحن ممكن نناقش المشاريع اللي تجينا مثل الأنف الأسري مثلا أنتم طبعا عرفتوا أن الحين مشروع الأنف الأسري على قدم وساق يعني أن الكل قاعد يتكلم عنه وإحنا صراحة مهتمين جدا بهذا الموضوع لأنه مو فقط يعني الأسرة نفسها المجتمع البحريني لأن الأسرة عبارة عن نواة في المجتمع فمهم جدا أننا نناقش مثل هذه القوانين نعم نعم شكرا سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبر الكوهجي إذن كانت معنا الأستاذ فاطمة عبدالجبر الكوهجي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس نشكرك جزيلا لحضورك ألعى شكرا شكرا شكرا